اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والشفاء صدورنا يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله بارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله ما زلنا وإياكم بتفسير سورة الإسراء وبصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتلا مشهد عظيم مشهد يصور الخلائق محشورة وكل جماعة تنادى بعنوانها باسم المنهج الذي اتبعته أو الرسول الذي اقتدت به أو الإمام الذي تمت به في هذه الحياة الدنيا تنادي تنادي ليسلم لها كتاب هذا العمل وجزائه في الدار الآخرة فمن أوتي كتابه بيمينه فهو فرح يفرح بكتابه يقرأه ويوفى أجره ولا ينقص منه شيئا قال بعضهم بإمامهم أي بأمهاتهم هذا تفسير آخر وفي دعاء الناس بأمهاتهم في هذا الموقف تكريم لعيسى أولا عليه السلام وستر على أولاد الإثم ثانيا حتى لا يفضحه على رؤوس الأشهاد في مثل هذا الموقف العظيم العصيب قال فمن أوتي كتابه بيمينه فكونه أخذ كتابه بيمينه فهذه بشارة الخير وبداية السلامة فإذا به يسارع إلى قراءته بل ويتباهى به بين الناس إنه مسرور بعمله الصالح الذي يحب أن يطلع عليه الناس شوفوا هذا كتابي قال ولا يظلمون فتين الظلم أن تأخذ من خير غيرك مما ليس عندك إذن فعندك دقص في شيء تريد أن تحصل عليه ظلما هذا فالظلم إذن فماذا ينقص الله سبحانه وتعالى حتى يظلم الخلق لا شيء إن الخلق يتصفون بالظلم لأن الإنسان عادة لا يرضى بما قسم الله له لذلك يشعر بالنقص فيظلم غيره أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني عن الخلق فكيف يظلم وهم جميعا بما يملكون هبه منه سبحانه يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن بالمألوف عند العرب وموجود في البيئة العربية من مألوفات العرب التمر وهو الغذاء المفضل والعلف الماشية ومن التمر أخذ القرآن النقير والقطمير والفتيل وهي ثلاثة أشياء تجدها في النواه نواة التمر نواة التمر وقد استخدمها القرآن في تمثيل الشيء الضئيل الصغير الحقير القليل فالنقير فالنقير هو تجويف صغير في ظهر النواه مثل النقطة الطعامة في وراها نقطة والقطمير هي النفافة الرقيقة الشفافة بين الثمر وبين النواه والفتيل هو غلالة رقيقة تشبه الخيط في بطن النواه الطعامة في بطن الطعامة قال ولا يظلمون فتيل معناه أنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس أبدا فهو سبحانه منزح عن الظلم مهما تناهى هذا الظلم في الصغر يقول عز وجل ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا من كان أعمى في هذه الدنيا فهو أعمى في هذه الدنيا عن دلالة الهدى فهو في الآخرة أعمى عن طريق الخير وأشد ضلال وجزائه معروف ولكن السياق يرسمه في المشهد المزدحم يوم القيامة الهائل أعمى في عرصات يوم القيامة أعمى مضالا يتخبط لا يجد من يهديه ولا ما يهتدى به لأن مشهد العمى والضلال في ذلك الموقف العصيب هو وحده جزاء مرهوب وعقاب يؤثر في القلب قال وأضل سبيلا ومعلوم أنه كان ضالا في الدنيا فكيف يكون أضل في الآخرة قالوا لأن ضلاله في الدنيا كان يمكن أن يتدارك هو بالرجوع إلى المنهج والعود إلى الطريق السوي والهداية فضلاله في الآخرة أشده أعظم من ضلاله في الدنيا ثم يقول الله عز وجل وَإِن كَادُوا لَيَفْتُنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهِ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا يُعدد السياق محاولات المشركين مع الرسول وأول هذه المحاولات فتنة النبي صلى الله عليه وسلم عما أوحي إليه ليفتري علينا غيره وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لقد حاولوا هذه المحاولة في صور شتى منها مساومتهم له أن يعبدوا إلهة الله يعني في مقابل أن يترك التنديد بهذه الآلهة وما كان عليه الآباء ومنها طلبهم أن يجعل لهم حق الكبراء يجعل لهم مجلسا غير مجلس الفقراء والنص يشير إلى هذه المحاولات ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله عليه في تثبيته على الحق وعصمته من هذه الفتنة ومعنى كاد كاد أي قارب والمقاربة غير الفعل كاد فالمقاربة مشروع فعل وتخطيط له لكنه لم يحدث إنهم قاربوا أن يبتنوك عن الذي أنزل إليك لكنه لم يحدث لأن محاولاتهم كانت من بعيد فهي تحوي أو تكون حول فتنتك عن الدين قال وإذا لاتخذوك خليلا والخليل هو الذي بينك وبين حب ومودة هذا هو الخليل بحيث يتخلل كل منكما الآخر فالمعنى لو أنك يا محمد تنازلت عن المنهج الذي جاءك من الله لصرت خليلا لهم كما كنت خليلا لهم من قبل وكانوا يحبونك والدليل على ذا كانوا يقولون الصادق الأمين إذن الذي جعله في حالة عداء لك هو منهج الله سبحانه وتعالى الذي جئت أنت به فلو تنازلت عن هذا المنهج أو تهاونت فيه فسوف يتخذونك خليلا فلا تكون خليلا لهم بل خليلا لله الذي أرسلك سبحانه وتعالى ثم يقول الله عز وجل وَلَوْ لَا أَنْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا يخبر الله سبحانه وتعالى عن تأييد الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض وفي مغارب الأرض والمتأمل أحبتي في الله في هذه الآية يجدها تحتاط لرسول الله أدت احتياطات فلم تقل لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم لا بل قالت لقاربت أن تركن فمنعت من مجرد المقاربة إلى الركون أما الركون فهو أمر بعيد وممنوع نهائيا عنك وغير متصور وغير متصور من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله شيئا قليلا الشيء هو أصلا في حد ذاته قليل شيئا ومع ذلك هذا الشيء القليل هو قليل أي ركونا قليلا يقول الله سبحانه وتعالى إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا إذن لو كنت أن تركن إليهم شيئا قليلا لأذقناك ماذا ضعف الحياة وضعف الممات الضعف هي المضاعفة مضاعفة الشيء مرة أخرى أي قدر الشيء مرتين ولا يذق في الحياة إلا العذاب فالمراد لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات لكن لماذا يضاعف العذاب في حق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأنه أسوة أسوة كبيرة وقدوة يقتدي الناس بهذه القدوة ويستحل في حق هذا الفعل ولا يتصور منه لكن على اعتبار أن ذلك حدث منه فسوف يضاعف له العذاب وقد اختار الله سبحانه وتعالى لفظ لأذقناك لأن الإذاقة من الذوق وهو أعم الملكات شيوعا في النفس فأنت ترى بعينك وتسمع بإذنك وتشم بأنفك لكن المذاق تشترك فيه كل ملكات الجسم قال ثم لا تجد لك علينا نصيرا أي لا تجد مدافعا يدافع عنك أو ناصرا ينصرك لأن مددك منا فقط فكيف يكون لك ناصر من دوني ثم يقول الله سبحانه وتعالى وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَنْ لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا عندما عجز المشركون عن استجراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفتنة حاولوا استفزازه من الأرض يعني إخراجا من مكة ولكن الله عز وجل أوهى إليه أن يخرج هو مهاجرا لما سبق في علمه من عدم إهلاك أهل مكة بالإبادة ولو أخرجوا الرسول عنوى وقصرا لحل بهم الهلاك وهنا أيضا يقول الله عز وجل كادوا أي قاربوا فهم لا يجرؤون على الفعل ولا يستطعون فالأمر مجرد القرب من الفعل فإنهم سيحاولون إخراجك من مكة لكنك لن تخرج إلا بأمري وتقديري ليستفزونك من الأرض من استفزه استفز أي طلب منه أنه فز والمراد يستحثونك على الخروج من مكة بإيذائهم لك يؤذونك عشان تخرج وعنتهم معك ليحملوك على الخروج ويكرهوك في الإقامة في مكة وكفار مكة يعلمون أن في خروجه من مكة راحة لهم وحتى لا يكون أسوة لعبيدهم ولنضعفاء القوم الذين أحبوه ومالوا لاعتناق دينه والإيمان به قال وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا أي لو أخرجوك من مكة فلن يلبثوا فيها بعدك إلا قليلا وقد حدث هذا فعلا فبعد خروجه من مكة بعام جاءت بدر فقتل سبعون من صناديد قريش وأسر سبعون وبعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة لم يتمتعوا فيها بالنعيم ولا بالسيادة التي كانوا يرجونها بعد خروجه صلى الله عليه وسلم هكذا أحبتي في الله وصلنا وإياكم إلى ناهة هذه الحلقة ونلقاكم في حلقة أخرى وصلى الله بارك لمحمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والشفاء صدورنا يا رب العالمين اشتركوا في القناة